أكيد أنت عارف بيجي لك ردود أفعال الجمهور وأكيد عارف جمهورك بيحبك في إيه من يما أوعديني وبيهم كلهم وحكاية روح وحاجات كتير يعني والبرد ويعني هي بصراحة كل مرة نرجع نقول لأ ده مش هيعرف بقي خطي نجاح الأغنية اللي كسرت الدنيا دي حياة طرح هيعمل إيه اللي بعديها فمنلاقي اللي بعديها برضو حبناها وكسرت الدنيا ده إحنا عارفين خلاص إن رامي منطقته هي المنطقة لزي ما قلنا الكلاسيكية الرومانسية اللي بتاخدنا في مود تاني بترجعنا لكلام كان وحشنا لحالك كنا مفتقدينها مش لقينها في أي حد من يعني من الأغنيات الموجودة حوالينا ليك منطقة خاصة بيك لوحدك بيهم كلهم أبيهم كلهم الحمد لله يا رب تبقى بيهم كلهم إيه اللي حصل حسيت شوية مؤخرا من أول ما سمعت إياه واحدة أنا سمعت إياه واحدة على نجوم أفقام وأنا جاى في الطريق فبقول لأ ده رامي جمال لأ بس دي رامي بيغني دي لأ وأكيد حد الصوت وشبهها رامي جمال لأ ده رامي جمال وقعدت كده شوية بتاعت نص الأغنية بعد كده لأ ده رامي طب وليه عمل كده قلت في الأول بعدين مش عارفة أقول انت معها بس بعد كده بما سمعتها كذا مرة لأ حبيت اللون وحسيت انه هو جديد على رامي هو جديد صح؟ بالزرط طبعا جديد وبص يا جيهان أنا تصنيف فكرة ان رامي جمال مطرب مثلا في الأغاني الحب بالنسبة تحبه ده مشرف جدا بالنسبة لي وكان فيهم من الأيام حلم تصنيف ان الأغاني الدراما بتاعته بتنجح برضو حاجة مشرفة جدا بالنسبة لي بس دايما الفنان بيحب بعدم التوقع يعني اللي هو لازم أغامر لأننا لما باجي أروح فرح بغني وعديني وبغني بيهم كلهم وبغني مش كذاب وبغني سقف وبغني باجي ألاقي نفسي محتاج أكبر شوية الجرعة بتاعت أغاني الحفلات والأفراح لأننا في الآخر بقى فيه جمهور عن درامي اللي هو هيفضل ياخد الجرعة اللي هو بيحبها اللي هي بتاعت الأغاني اللي هو مستنيها بتاعت الدراما والحب لكن بقى فيه جمهور تاني شايف النرامي ما بيزروش دازل يتخبط على بابه طبعا لأن هو في الآخر مصلحة الفنان عشان يكبر عمره الفني يكبر القاعدة الجماهيرية فأنا بزور مكان تاني خصوصا إن احنا في عصر الأغاني المقسوم عصر الأغاني المهرجان المقسوم اللي هي كل ما هي طابلة وسقفة وسجات وده احنا بقلنا كده تقريبا سبع تمنت سنين الحاجات اللي بتنجح أو يتكسر الدنيا عبارة عن كده فمن أصغر حد في الوسط لأكبر حد في الوسط الموضوع ده لازم يحترمه لأنه هو في الآخر احنا بنقدم فن بس الفن ده لو رامي بيعمل تمن أغاني في السنة هيقدم الجرعة اللي هو بيحبها في ستة رامي يجعمل 14 أغنية موافر أقصر في الآخر يعني ينفع يقدم الجرعة اللي بيحبها في عشر أغاني من الـ 14 بس لازم يقدم الجرعة اللي السوق بقى بيطلبها بكترة حتى لو هو مش مصدقها بالنسبة لي في المياه بس تفتكر إن عمر الأغنية السريعة الطابلة المقسوم أقصر من الأغنية دراما هو اللي أنا عندي ده مفيش نقاش الأغاني المقسوم والهاوس والحاجات والده بستاب والأي نوع موضة من المزيكة ليه مكان هتسمعي فيه وليه وقت هتسمعي فيه أنت عمرك ما تبقى ماشية في عربيتك في وقت مثلا بتفكري أنك زعلانة من حد هتسمعي أغنية مقسومة عمرك ما تبقى قعدة في البيت بتشغليها إلا في نوادر يعني هتلاقي عندك فرح بكرة فمشغلين أغاني اللي هي لكن الطبيعي جدا إن أنا واحد مثلا عايز يعني هدوء نفسي فهبقى بسمع أغنية عايزة أبعت اللي أنا خطيبها اللي أنا هتجوزها بعد شوية أغنية أكيد مش هبعت لها أغنية دي أنا بقى انشغالها في الفرح لكنها هبعت لها حاجة حب هادية طيب أنت عارف إن ده بيحصل فعلا إنه الأغاني الحب اللي بتتبعت دلوقتي ما بين اتنين بيحب وعد من فترة يعني مش دلوقتي تسعين في المية منها أغاني رمي جمالي الحمد لله أنا بيتقال لي كده أنا أنا كل الأفراح يا جهان اللي بيكلموني يقول لي كده إنت إحنا حبينا بعض على أغانيك وسبنا بعض لا لا أنا بروح الفرح بس ما بحضرش الحفل للطلاق لا بس هي أغاني برضو في الدراما برضو بيكون والله بس طبعا الحب أكتر بس أنا ما بيقولوا ليش بيعلم موضوع الدراما بس هو فعلا الحب أكتر فعلا بس يعني القصدي إنه أي حاجة فيها تعبير قوي عن حالة عاطفية قوية سواء كانت بستلبة أو الإجابة بس يعني إن شاء الله تكون بالإجابة دائما هو بتكون خلال إحساس رمي جمال وأغنياته وكلماته والله يا جهان الكلام أنت بتقولي والحاجات اللي أنا بشوفها من الجمهور والأراء اللي بشوفها من الجمهور الفترة اللي فاتت دي كلها عارفة لما بي بتيجي تحسي إن أنت أنا لسه يعني أنا شغال لوقتي في الألبوم السادس بس في وقت صعب الفترة اللي أنا من يوم بدأت فيها وقت صعب شوية بس أنا متفائل لسبب أنا كنت بحكي لك قبل أني طلع الهوى إن أنا ببعرفش أشوف المكان اللي أنا فيه بعيني بشوفه بعين الناس وشوفه بكلامك وشوفه بكلام الناس اللي ملهاش مصلحة فرامي ففعلا اللهم1 بلاك الحمد أنا كنت مصنى في نفسي في مكان اكتشفت الحمد الله بعيني الناس بكلامهم إن أنا في مكان أحلى بكتير من اللي أنا مصنى في نفسي فيه فرحة بس طمعان لأن أنا من تجربتي كملحن يا ما ناس وصلت للصف الأول ووصلت لأنها آآ نجوم مفضالة عند ناس كتير واتتطمنت للمكان اللي هي وصلتلي والفن مفيش لأن دايما الجمهور بتاعك في ظهرك بس محتاج شغلة أكبر علشان كل شوية الزوق بيتغير فمحتاجة تفضلي بتجددي